السلام عليكم ازايكم عاملين ايه؟ كنا اتكلمنا في فيديو سابع عن اهم اساسيات التسويق اللي يخلي منتجك يوصل للناس ويعلم معهم ويبقى عامل زي العدوى بالزبط وكان من اهم الاساسيات دي ان احنا قلنا ان انت لازم تركز على جودة منتجك لان المنتج لو طلع بجودة كويسة هو اصلا هيوصل للناس من غير ما تتعب نفسك وحتى من غير ما تعمل اعلانات وده اللي بالفعل حصل على الارض الواقع اللي يمني الساعة بتاعة قبل كان فيه راجل كبير في السن راح يقابل ابنه الراجل ده كان راح يقابل ابنه على العجلة وكان لابس الساعة بتاعة قابل وهو ماشي في الطريق ويع وقع جمدة جدا اتقلب بالعجلة من فوق منحضر واغم عليه تقوم الساعة هنا عاملة ايه بقى؟ تخيلوا معايا الساعة بعتت رسالة لابنه يعيخ له ان الموقع ده في والدك وقع بالعجلة بتاعته وتصدم صدمة خطيرة بس كده؟ لا ما عملتش بس كده الساعة اتصلت بتسعمية وحداشر واتصلت بالاسعاف والاسعاف جاد خدت ابو الولد وودته المستشفى ثم الساعة سكتة لحد كده لا برضو قامت بعت لابن الراجل خلي بالك ان ابوك مكانه تحرق وبعدت له مكان المستشفى اللابوت نقل فيها انتو متخيلين الساعة عملت ايه؟ الساعة ببساطة انقاذت حياة الراجل عرفت ابنه النبو في خطر اتصلت بالنجدة والاسعاف وعرفت ابنه كمان ابوه موجود في انه مستشفى وده لان المنتج الجايد بيسوق لصاحبه الحلقة النهاردة كانت قصيرة بس احبت اقولها لكم لانك تلاقيها علاقة في فيديو سابق الفيديو هنسيبه لكم تحت في الديسكريبشن وطبعا لو اول مرة تشرفونا ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرز وده عشان يوصلكم فيديوهاتنا اول باول وطبعا ما تنسوش اللايك والشير كان معاكم محمد جابر وهجر متحط ورا الكاميرا وانشوفكم الحلقة الجاية اشتركوا في القناة